كنت تفتكر إن فعلاً بعيد بقى إن الحكاة دي ممنهجة يعني بنتكلم هم يعني إيه عادي مع بعضك يعني بنتفكر مع بعض بصوت عالي تفتكر فعلاً الراجل ابتدى دوره يقل أو مسئولياته أو بيبتدي يخلع من مسئولياته بالراحة بالراحة لغاية ما فعلاً الستة حست إن هي مع هالسند يعني هل هم صح؟ ولا إحنا اللي صح؟ ولا في حاجة إحنا مش فاهمينها في النص اللي إحنا مش فاهمونه ليه دايماً الشكوى العامة إن الراجل ما بقاش يشيل المسئوليات اللي عليه فبالتالي الستة طول الوقت بتستغيص تستغيص على السوشيال ميديا حزنها بتطلعوا حاسة بكائبة فهتلقاها بتكتب بوستة على الكائبة حاسة إن هي وحيدة مع إن جزئة معاها ومتجاوزة فبتطلع هتقول أنا وحيدة يعني ليه ابتدت بجد شكوة الستات معظمها إن السند ما بقاش موجود؟ علشان برضو في جزئية إحنا مش قادرين نفهمها كويس إن السوشيال ميديا بتعتمد برضو على اللي السسناء مش الأصل بمعنى إن لا نقدر نقول الراجل السؤال بتاع حضرت لا نقدر نقول الراجل انسحب من مسؤوليته ولا نقدر نقول ما نسحبش لأن اللي انسحب ده برضو السسناء من الأصل حالات، حلات حتى مهما كترة وعلى حالات بشر أنا ما بصلتش الدوق لي على الإيجابي أنا بصلت الدوق على الإيجابي أو لو عملت المقارنة بقى بحصر فعلي هلا إن النسب لا تقارح يعني الحوادث اللي أنا بجيبها في الصحافة أو في التلفزيون أو على سوشيال ميديا عشان أقول إن فلان تخلى عن مراته وولاده وسبهم وراح مش عارف عمل إيه وتخلى عن مسؤوليته حالات استثنائية أكيد استثنائية لو جبت عمارة سكنية وطلعت منها راجل تخلى عن مسؤوليتها أو ست تخليت عن مسؤوليتها هتلاقيها الاستثناء من الأصل أيو عشان كده النهاردة في الحلقة وضحنا في بداية الحلقة الحملة اللي هو فيه اتنين متجاوزين بقالهم 25 سنة ومبسوطين والحياة جميلة على فكرة دي طبيعة المصريين عموما هم بيحبوا الاستقرار وبيحبوا الأمان السوشيال ميديا بقى صدرت العكل صدرت إن الـ 25 سنة دول اللي هي الحلقة ده لستثناء مش العاصل أيو ده لستثناء ودي ناس غريبة نمطلعين لنا الناس الهدية المستقرة دي حاجة لحلات شاز كلنا إحنا اللي هو يعني العصر الحالي على اختلاف أجياله من اللي عنده عشرين سنة للي عنده خمسين سنة نشوف أهلنا تتعاملة ازاي يعني نفتكر بابايا ومامتي هم ما شاء الله عليهم بقالهم أربعين سنة هم كملينا بلزبط يعني ايه لا ده فيه الآن حفيلك إن كان زمان حتى الرجال اللي كانوا بيعددوا في زوجاتهم أو كان حتى بيحصل انفصال ما بينهم ما بين الزوج والزوجة ودوارد وفيه أبناء كان النادر إن اكتلاقي الزوج تخلى عن مسؤولية الطاليقة والأبنائها وهو مطلقة ايه دي حقيقة ومن غير محاكم ومن غير نفقة يعني حتى حصر مشاكل الأسرة العضايا الأسرة النسبة لا تقارن ما بين مثلا من 20 سنة أو من 15 سنة لغاية دلوقتي اللي قبل كده كانت فيما يتعلق بالنفقة والسكن والرؤية وكلام ده كله كان النسبة أقل بكتير لأن كانت الناس قريدي ملتزمة أخلاقيا ده طبيعا هو الرجل شايف أنه ما ينفعش يسيب عياله حتى لو طلع المفروض دي فطرة يعني بالفطرة يعني الرجولة دي تصليفات أسلام مش لقا يعني الرجل اللي بيدور على نفسه سيب ولاده سيب مراته سواء من جوز أو من فصل هو ده الأصل ما ينفعش مش حقيقي ويبقى ظلم فيها المجتمع كله بس عشان السوشيال ميديا عايزة الحالة اللي احنا بقولوا على الحرائة تعمل عليها ترند وتعمل عليها دوشة وبروي